ليفاجئني اليوم كنت اليوم في السيارة وأنا لما نكون في السيارة نسمع قناة تسمى ريديو فور جابوا اثنين يتكلموا لأنه اتخذ اليوم بصدر قرار قال لك بأن منع الخمر في داخل الملاعب وحول الملاعب التي تجري فيها كأس العالم قطريين منعوا شرب الخمر بمعنى أنهم سمحوا به الخمر وبالمناسبة فتحوا أكبر متجر لبيع الخمر قبل حوالي شهر البعض موش مصدق حتى واحد رسلني قال لي لا لعله الخبر مش صحيح لا لا الخبر صحيح إنما صح داروا شروط وداروا حدود لقضية الخمر مجتمع محافظ ومسلمين إلى آخره ومعندهمش أصلا الخمر في يعني موش الإمارات أو البحرين أو لكن اللي فاجأني اليوم وهنا رح يكون عندي موقف مختلف الآن اللي فاجأني هو لما وانا نسمع في راديو فور وهذه نعتبرها أفضل مش فقط جيدة في اللغة الإنجليزية ولكن جيدة أيضا في نقل الأخبار لأنه نجيب الرأي والرأي الآخر نجيب أشياء كثيرة أنهم جابوا رأيين يتكلموا عن الموضوع هذا فرأي يتكلم على بدأوا بأحد الرؤساء جمعية المناصرين وقال له اسمعتم اليوم خبر منع الخمر داخل الملاعب وحول الملاعب إلى آخره واش رأيكم إلى أنه كان منزعج هذا قال له لا وهذا أمر سيء وهذا رح يزعج الناس ويقلق الناس ليشربوا الخمر ويشربوا البيرة منعوا البيرة يعني إلى آخره عفوا كان هذا الثاني الأول الصحفي انتاحهم كانوا داروا معاه والصحفي أيضا منزعج بشدة فهنا استغربت يعني كنت نستنى أن يجيب رأي آخر صحفي جيب رأي آخر كما تعودوا لا جابوا رأيين نفس الرأيين الرأيين هما أنهم يندوا كون أن قطر تمنع داخل الملاعب لم تمنع الخمر تماما منعته داخل الملاعب وحول الملاعب وحنا نعرف أن الهوليغانيزم اللي هم هذه البلاد خاصة بريطانيا ولكن أيضا ألمانيا وفرنسا لكن بريطانيا هي الأكثر اللي عنات منه الرأيين هوليغانيزم هو هذا تعالى المشجعين يعني أحيانا حدثت كوارث ماتوا فيها عشرات الناس نتيجة للعنف اللي يحدث في الملاعب وفي الغالب هذا العنف يحدث لأن الناس يكونوا مخمورين يكونوا طافيين يعني سكارين وفي حديث شديد هنا في بريطانيا على التنديد بهؤلاء المناصرين اللي يرحوا خابطين للملاعب واللي يخطوا في الملاعب لأن هذا يحدث جرائب ويحدث أشياء وكنت في بريطانيا تسمحها دائما لكن وجدت استغربت أنهم كيفاش هذا المرة بالعكس ماخذين الموقع في التجاه الآخر وهو أنهم ينتقدوا في البلد لمنع الخمر داخل الملاعب وحول الملاعب وهم أصلا متضررين وعني في هذا البلاد دائما الحديث أن من بين أكبر مسببين للكوارث والمصائب الصحية هو الخمر فأنا أقول خلي رح نشوف حتى من مكان عالمي مش حتى في هذا البلاد ما يقال على الخمر فروحت لموقع WHO وهي منظمات صحة العالمية فمن بين الأشياء وطبعا بعدة لغات خذيتها بالعربية باش ما مبقاش نترجم من بين الأشياء اللي يتكلمون يقول لك يتسبب تعاطي الكحول على نحو ندار يعني اللي يبالغوا في شرب الكحول في وقوع 3.3 مليون حالة وفاة كل عام على الصعيد العالمي أكثر من 3 ملايين و300 ألف أو 3 ملايين و300 ألف يموتوا كل عام بسبب الخمور وهو ما يمثل 5.3 من جميع الوفايات بشكل عام يعزى 5.1% من العبع العالمي للمرض والإصابة للكحول ويفق لي قياسات سنوات العمر بعيدا عن العواقب الصحية يعني يتكلمون على العواقب الصحية والكوارث اللي يحدثها الخمر ولكن يقول لك بعيدا عن العواقب الصحية فإن تعاطي الكحول على نحو اندار يصفر عن خسار اجتماعية واقتصادية كبير للأفراد والمجتمع ككل يتسبب تعاطي الكحول في الوقت في الوفايات والعجز في مرحلة مبكرة نسبيا من العمر ويعزى نحو 13.5% من إجمالي الوفايات ما بين 20 و 39 سنة يعني الشباب خاصة 13% من الوفايات تنتاحهم واحد من كل سبعة في العالم ما بين 20 سنة و 39 سنة يموت بسبب الخمر ويوظيف يمثل تعاطي الكحول مسببا لأكثر من 200 مرض 200 مرض وإصابة واعتلالات صحية أخرى ويرتبط شرب الكحول بمخاطر الإصابة بمشاكل صحية مثل الاضطرابات النفسية والسلوكية بما فيها إدماء الكحول والأمراض غير سارية الرئيسية إلى آخر وتشمع الكبد وبعض أنواع السرطان وأمراض القلب الوعائية يعني قوائم من المصائب النفسية والصحية والاجتماعية والمالية تمار الأسر إلى آخره مع ذلك قايمة القيامة في الدول الغربية اليوم خاصة بعد إعلان هذا الخبر على هذا الموضوع وهنا تستعجب يعني يعني هنا ما تقول لش القضية منطقية نهائيا في كل الدول الغربية يحاربوا الخمر بشكل مرات معلن ومرات مختفي إلى آخر كما يحاربوا المخدرات كما يحاربوا التدخيل بالمناسبة الآن دول الغربية هي الأقل تدخينا في العالم دول الغربية هي الأقل تدخينا في العالم يعني هم داروا حاملات كبيرة جدا لمنع التدخين وهما هنا يتكلموا طبعا عن الخمر هنا موش عن اللي ياخذوه بكميات صغر هنا طبيعي بالكميات صغر هما يتكلموا عن اللي ياخذوه بطريقة كميات كبيرة يعني ويقولوا مدمينين فيحاربوا فيه بكل الطرق مثل ما يحاربوا المخدرات أيضا لكن لما ولت القضية هناك ونظروا لهما هنا القضية أن قطر تمنحها مش لسبب صحي وإنما لسبب المجتمع وأن هذه بلد مسلم وإلى آخره ولد حملة عنيفة أي أن القضية تحولت من قضية هم أصلا يحاربوها إلى قضية يدافعون عنها لأنها عندما أصبح فيها قضية الإسلام والمسلمين وهنا بطاعة الحال أي إنسان عاقل خلينا من المسلم يقولوا أي إنسان عاقل أحي يقول لك هنا هذا مش منطق والحقيقة ولن تابع في هذا الموضوع السريع وجدت هذا المقطع ما بين اثنين صحفيين مشهورين هنا في بريطانيا الضيف اسمها بيريس مورغان بيريس مورغان صحفي مشهور جدا جدا خاصة في الحوارية ومن بين الصحفية اللي هي هذه صحفة البي بي سي صحفية البي بي سي وتعتبر من أشهر صحفيات البي بي سي فكان بناتهم هذا الحديث موسيقى 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 ماذا أعطار هل يعطي حيث بإنطري أن نقاط راضي أن نقاط راديت حينيات رأيوجات فthrough من الانذي عام إصاصها أعطار هل يعطي أفهل السبب يمكنني أن نحن الأعطار، هو إيها نحن ماذاون فراري بحرير هو ، إذا ما فراري؟ تفضل حقاستحي كثير أحااااااااااااااااااااو من المجتمع الإنسان والأخواني و أن تفوق لأدار الآخر من المشكلة التي تخبرت على البعض المشكلة في جداً في قطع المنصصي، وبعدكم تجارب التالي في أيضًا أول إيهاراً حسب تستبدأ بمقاً أن يتفيد أمام Sterling never أبعد من أين أنت دائماً من المشكلة الإنسان؟ بيتم أن تكون هذا مقابل أين أنت تقوم المشكلة أنت تقوم بالشروح في الأرادة؟ أمام أين أنت تقوم بالدائما؟ أين أنت تقوم بإنفاقه؟ لابد أن أن تفيد أنت تقوم بالدائما؟ بيكي أنت تقوم بالنسبة إلى ذلك في الحقيقة يعطاها درس حقيقي هم في اثنين صحفيين مشهورين ومعروفين لكن عطاها درس حقيقي في النفاق وقالها لأنه يقول لها قتله لا تروح القطر بدل النقاش هكذا قالها نعم نرايح ونحضر المقابة نحضر الكأس العالم إلى آخره فهي استنكرت عليه ذلك وقاتلوا هؤلاء وعندهم مشاكل تعال العمال وتعال المثليين ومنشعارف إلى آخره فردع لها قالها إذن هذه القضية تعني سبعين بلد هذا موضوع المثليين مثلا ليمنعونها وبلدان في أمريكا الجنوبية ويمنعون الإجهاض مثلا أضاف مضاق الهوين هل نحن نقياء أخلاقيا ورانا ممتازين ألم نقوم باحتلال العراق وعند تحول عشرين سنة عملية إرهاب ما إرهاب قالها مكاش مكان نظيف تماما يعني وبعدين يسألها يقول لها أنت رحت للشرق أو سيد قاتلوا عندي فترة ما رحتش هل تروح القاتلوا نعم ممكن نروح قالها خلاص مدم تروح أنا ثانيا نروح للناس يقدروا يروحوا فالمهم النقاش جميل يعني حبيت تسمعوه مباشرة أولا المستويات عن نقاش ثانيا القدرة على الحجة ثالثا أيضا أن صحفي مورغان بيّن النفاق للحقيقة في هذه القضية بالذات بالرغم أنا قلت من حيث المبدأ أنا ضد أن تصرف هذه الأموال الضخمة على كأس العالم في حين يموت الناس من الجوه كل الناس ما نحكيش عن المسلمين فقط وإن كان أغلبيته مسلمين أي بشر يموت من الجوع جريمة في حق البشرية أي بشر يبات جائع هي صفعة في وجه البشرية فمن بالك يكونوا ثمنمائة مليون يعني وتصرف بعدين هذه الأموال بالهبل على الجلد المنفوخ صحيح فيه لعبة وفيه الناس إلى بسحكم يؤدي لعبات عشهر بإنقاذ البشرية أقل من مئات مليار دولار تنقذ هؤلاء الثمنمائة مليون من الجوع ومن الموت نصف المبلغ اللي يصرف على كأس العالم طبعا كثيرين يصرفون أموال أخرى على السلاح وعلى أشياء أخرى أيضا بلا معنى سمحوني بالصداع لكن فقط لما تحولت القضية وأصبحت فيها نظرها عنصرية وفيها تهجم وكأن هذه المنطقة وهذه البلدان لا يجب أن يكون فيها كأس عالم هنا تصبح القضية مختلفة مع دائما انتقادي على أن تصرف هذه الأموال الضخمة على الجلد المنفوخ في حين يموت الناس من الجوع